يواصل فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ميسان بتجهيز الوكلاء بمفردات السلة الغذائية العاشرة ابتداء بالمناطق الفقيرة ناهيك عن توزيع وجبات إضافية من السلة الغذائية على الفئات المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية باشرة كوادرنا كوادر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع ميسان بقطع وتجهيز السلة العاشرة وأوشكنا على نهاية التجهيز الوكلاء وصلنا حوالي ما يقارب 90 أو أكثر من 90% من تجهيز السلة العاشرة أضافة إلى ذلك باشرنا بقطع وتجهيز السلة الثانية عشر والأخيرة للرعاية الاجتماعية مسؤولون أكدوا أن جميع مواد السلة الغذائية متوفرة ويجرى العمل على تجهيز الوكلاء بها وفق آلية منتظمة في حين تعمل لجان الرزد والمراقبة بمتابعة منافذ التوزيع لضمان إيصال مفردات هذه السلة إلى المواطنين دون نقص أو تأخير توجد لدينا لجان متابعة الوكلاء وتظراء لجان لزيارة الوكلاء لطلاع على عمل توزيع السلة للمواطن الكريم وتسجيل المخالفات ومحاسبة المخالف جميع المواد التي تم توزيعها خلال هذه السلة والسلات التي سبقتها كانت ذات نوعيات جيدة ومواصفات عالية تظاهر وتفوق مع متواجد في الأسواق المحلية الاستمرار بتجهيز السلة الغذائية بشكل دوري ومنتظم أسهم وبحسب مختصين في التقليل من ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق والحد من آثارها على المواطن حيدر الجزاني العراقي الإخباري ميسان